تصاعد انتهاكت حقوق الإنسان في السجون ومراكز الإيقافة التونسية وتسجيل ثلاثة حالات وفاة مسترابة خلال الشهر الفارت كان ما أعلنت عليه اليوم رئيس المنظمة التونسية لمنهضة التعذيب أراضي النصروي ونستنكر التفاقم حالات التعذيب وسوء المعاملة للموقفين واللي صاحبها الإفلات من العقاب وعدم إقرار المسؤولين بممارسة التعذيب لدينا في ظرف شهر ولا أقل من شهر ثلاثة حالات وفاية يعني اللي في السجون لكنه قاع الاعتداء عليه من قبل أعوان الشرطة اللي في مركز الشرطة في سيدي بوزيت يعني الأمور الحقيقة اختير برشا واللي أخطر من هذا الكل بالنسبة لي هو عدم اعتراف السلطات بكون التعذيب متواصل وحضر الندو عائلات الضحايا سواء اللي تم تضمن ظروف إيقافهم ووفيتهم تحت التعذيب في تقرير المنظمة أو من ما زلوا قابعين في السجون ويعانيهم العنف الأمني والإهمال الطبي الشي اللي خلى عائلاتهم يطلبوا معرفة الحقيقة أخوة عبد المنعم الزينة يتوفى قاسة أيام في التعذيب في مركز شرديقول هزوا في حالة والهزوز السبيتار بعد كنا عدوه الحبس طرعتوا لهم فيه كسيونة جابوا لنا القسم الأنف في الرابط عملوا ليها عمليتين عملوا لهم عمليتين زوز ما نجحتش قد ماشي معهل وجاية وجاية حتى البقى نهار 26 أفريل توفت بحثنا نيابة عدلية في بابسويق منطقة العدلية في بابسويق ومزلنا ما نستنو في التبشرة يتومنا خرج رجلي تشد نهار الجمعة نهار الجمعة نهار الجمعة سبتمبر 2010 حصلوا هزو نهار الجمعة مع السبعة متع العشية نهار السبت ماذي ساعة بين ماذي ساعة وما تليفة جينا الأخبار لي هو توفى في بوشوشة في حالة إيقاف التوى أنا مشكلتي لحب ناخذ ورقة بيش ميت رجلي أكها ومني طلبها حتى شاء هذا وطلبت المنظمة بالكشف عن ملابسات ظروف وفاة عديد الحالات تحت التعذيب وضرورة تفعيل الألية الوطنية للوقاية من التعذيب